موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة من خناة السعودية والبداية بالعنوين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنيان سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده إصابات كورونا في المملكة تواصل ارتفاعها بتسجيل أكثر من 4700 إصابة جديدة قوات التحالف تنفذ 49 عملية استهداف ضد مليشيا الحوث الإرهابية في مأرب وشبوه موسيقى بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود برقية تهنئة لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده وعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته ولحكومة وشعب سلطانة عمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ترك الفيصل وزير الرياضة في افتتاح منتدى شباب العالم الذي أقيم اليوم في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية وبرعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويهدف منتدى شباب العالم إلى جمع الشباب من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم بوزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانك بي وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى مدينة ووشي جنوب الصين وعقد الجانبا جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض علاقات الصداقة المتينة بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك اختتمت اليوم في الرياض فعاليات منتدى علماء ودعاة اليمن اليمن والسعودية في مواجهة الإرهاب والتطرف الحوثي الإيراني برعاية وحضور معاني وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شيخ الدكتور عبداللطيفة لشيخ ووزير الأوقاف والإرشاد اليمني الشيخ محمد شبيبة وعدد من أصحاب الفضيلة من العلماء والدعاء الذين أكدوا في البيان الختمي وقفة المملكة الصادقة في دعم الحكومة اليمنية الشرعية لمواجهة الانقلاب الحوثي وقطع المشروع الصفوي التوسعي في المنطقة كمدان الملتقة لانتهاكات الحوثية المتكررة على المدنيين والعيان المدنية واستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة في استهداف المدن اليمنية والسعودية أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 11 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ونتج عنها تدمير سبع آريات عسكرية ومقتل أكثر من خمسين عنصرا إرهابية كما نفذت قوات التحالف 38 عملية استهداف ضد الميليشيا في شبوى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضيفة أن الاستهداف دمر 29 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 220 عنصرا إرهابيا أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تضمنت تسجيل أربعة ألاف وسبعمائة وثمانية وسبعين إصابة وثمانمائة وثلاثة وتسعين حالة تعافي فيما بلغ عدد الحالات الحرجة مائة وأربع وخمسين حالة وأما الوفيات فتم تسجيل حالة وفاة رحمهم الله هذا تجاوز إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة اثنين وخمسين مليونا وسبعمائة ألف جرعة إذ بلغ عدد المحصلين بجرعتين أكثر من ثلاثة وعشرين مليونا وثلاثمائة وخمسين ألف شخص فيما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من خمسة وعشرين مليونا ومائة وخمسة وعشرين ألف شخص من سكان المملكة نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل للمرة الأولى على مستوى العالم رامكوتر عاول شاحنة تعمل بالهيدروجين خلال سباق رالي دكار أهلا بكم جديد ضمن منافسات رالي دكار تشاركها للمرة الأولى على مستوى العالم شاحنة تعمل بوقود الهيدروجين طورتها شركة جوسين الفرنسية برعاية أرامكو السعودية لإبراز أهمية تطوير تقنيات نقل ذات نسبة أقل من الانبعاثات وتطوير شاحنة سباقا ذاتية القيادة أو يتحكم بها عن بعد وتعمل بالهيدروجين إذ يسهم لاب سبعة في دمج المواد المركبة التي تنتجها أرامكو السعودية مع المنتجات الحالية التي تنتجها شركة جوسين بهدف محاولة تخفيض الوزن واستهلاك الطاقة وتكاليف هذه المركبات ويأتي ذلك في إطار قيام الشركة بمحاولة استكشاف حلول الهيدروجين وغيرها من حلول طاقة ذات نسبة أقل من الكربون دشنت في العاصمة السينغالية داكار القطار الإقليمي السريع بتمويل مشترك من البنك الإسلامي للتنمية سيقطع القطار المسافة بين وسط مدينة داكار ومدينة ديامانديو الجديدة في حوالي 20 دقيقة لنقل حوالي 1115 ألف مسافر يوميا ويعد المشروع أول خدمة قطار سريعا في أفريقيا في حين سيلعب دورا رئيسيا في معالجة حركة المرور على الطرق وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العاصمة داكار وقدم البنك الإسلامي للتنمية 300 مليون يورو للمرحلة الأولى من المشروع ويخطط لاستثمار 100 مليون يورو أخرى في المرحلة الثانية والتي بمجرد تشغيلها ستوفر رحلة سفر فعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة بين وسط مدينة داكار إلى بليز دياني المطار الدولي تستعد الهيئة العامة للإحصال لإطلاق برنامج تعداد السعودية 2022 الذي يعد التعداد الخامس في تاريخ المملكة وقد أجري آخر تعداد عام للسكان في المساكن في المملكة في عام 2010 وبلغ عدد السكان أنذاك 27 مليون ومئة وستة وثلاثين ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين نسمة شهد العقد الماضي تحولات سريعة فيما يتعلق بالتطورات التقنية والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والأنماط المعيشية والاستهلاكية وكان لهذا كله العديد من التأثيرات المهمة التي ستظهر نتائجيا في التعداد القادم التعداد السعودية 2022 انطلق في العاصمة الرياض المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار لقاء مستقبل التجارة بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع وتقدم الشركات المحلية والعالمية خلال المعرض عددا من التطبيقات والتقنيات الحديثة والخدمات الإلكترونية الذكية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين لتكون التقنية سهلة وبسيطة في متناول البشرية وذلك مواكبة للنمو العالمي لهذا النوع من التجارة ومساهمة في نشر الوعي بهذه الثقافة وفي كيفية بناء المواقع والمنصات والتطبيقات الإلكترونية في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية وقعت معادن مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وثيقة تأمين ائتمان صادرات لتقديم تغطيات ائتمانية لتصدير منتجات معادن السعودية وزيادة حصتها السوقية دوليا وتسهم هذه الوثيقة من تقليل مخاطر التصدير لمنتجات معادن لتعزيز ورفع حجم صادراتها لتلبية حجم الطلب من الأسواق العالمية حيث يسعى بنك التصدير والاستيراد السعودي من خلال هذه الوثيقة إلى فتح المجال لمعادن والمنتج الوطني للمنافسة في الأسواق الخارجية والدخول إلى أسواق جديدة أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء تسجيل أسماء النطاقات السعودية التي ستتيح المجال لاعتماد المزيد من الوكلاء من القطاع الخاص لتقديم الخدمة ابتداء من شهر مارس المقبل مما سيسهم في تنويع الخيارات للمستفيد النهائي وزيادة المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتسعى الهيئة من خلال إطلاق المرحلة الثانية إلى تعزيز صناعة سوق أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها وإيجاد شركات وطنية تقنية متخصصة في خدمات الإنترنت وأسماء النطاقات وزيادة انتشار استخدام أسماء النطاقات السعودية تكثف وزارة الصناعة والثروة المعدنية جولاتها الميدانية على عدد من مواقع التعدين المنتشرة في المملكة قبل بدء قمة مستقبل المعادن المقرر عقدها في الشهر الحالي على هامش قمة مستقبل المعادن المقرر عقدها في الحادي عشر من يناير أقيمت رحلة ميدانية لمنجم مهد الذهب الجولة التي تسلط الضوء على الطلبة والبحثين والمهتمين في قطاع التعدين بهدف تعريفهم على مكتسبات وثروات المملكة المعدنية إشراك المجتمع من مختلف مناطق المملكة في قمة عالمية له الأثر البالغ في تنمية وتعزيز الاهتمام بقطاع التعدين الذي يعد ركيزة ثالثة للصناعات الوطنية حسب رؤية المملكة 2030 اخترت مهد الذهب في هذه الجولة نظرا لطبيعتها الجيولوجية تعدينيا خاصة وأن من جمها يعد الأكبر والأقدم في السعودية لا سيما وأن منطقة المدينة المنورة تتمتع بأكثر من عامل جيولوجي للطاقة التعدينية نظرا لمختلف العوامل التي مرت بها مما يدل على مستقبل واعد للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمنطقة من محافظة مهد الذهب محمد شيخ حققت الصناعات الغذائية السعودية نجاحا باهرا في سلطنة عمان إذ تجد رواجا كبيرا من قبل المستهلكين مع التوسع الكبير الذي تشهده السلطنة في كافة المنافذ التسويقية أكثر من عشرة فروع بسلطنة عمان تتوزع منتجات الصناعات التحويلية الغذائية من مشتقات التمور تقوم بها شركة سعودية عمانية متخصصة في توزيع مئات الأصناف ومن أبرزها المعمول بالتمر مراكز كثيرة نحن نوزع لها وعندنا حدود 25 وكالة من المملكة العربية السعودية مواد غذائية أكثرها معمول والقهوة والشاهي والشغلات المواد الغذائية المطلوبة على طول تتوزع تشكيلات المعمول بالتمر السعودي في أسواق سلطنة عمان بمختلف النكهات وذلك في الأسواق الشعبية المشهورة بعمان وأكبر المراكز التجارية والتي تجد إقبالا كبيرا من المستهلكين تقوم بتوزيعها شركة عذق الجزيرة العالمية بالإضافة إلى مختلف أنواع الحلويات التي تصنع بالمملكة والحمد لله الأسواق السعودية أسواق مفتوحة ولها قابلية في سلطنة عمان وعشات المنطقات وقودة المنطقات ومثل ما يقولون المنطقات ممتاز جدا الصناعة السعودية في مجال الأغذية شهدت رواجا كبيرا في أسواق سلطنة عمان لما تتمتع به من مواصفات لاعلى معايير الجودة وما تقوم به الشركات السعودية العمانية من دور كبير في فتح منافذ تسويقية للمنتج السعودية وهذا ما قامت به شركة العذق العالمية السعودية العمانية وتحرص المملكة على تقديم عدد من العالمات التجارية الفاخرة لمختلف الصناعات الغذائية السعودية خلال المرحلة المقبلة في أسواق سلطنة عمان مما يعزز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين تحظى جامعة عدم بمختلف أقسامها بدعم من المملكة والتي خصصت لها العديد من المشاريع لتطوير العملية التعليمية وكذلك إعادة تأهيل أقسام الكلية دعما للتعليم الجامعي في العاصمة اليمنية المواقتة عدن مولت المملكة عددا من المشاريع التعليمية منها تأتيث كلية الصيدلة بأجهزة ومعدات من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن طبعا نحن نتقدم بالشكر القزيل لأخواننا في مركز الملك سلمان وكذا في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيادة معالي السفير محمد سعيد آل جابر السفير خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سفير المملكة العربية السعودية نحن نقول في جامعة عدن بأن نثمن هذه المكرمة وهذا الدعم المباشر المشروع الممول من مركز الملك سلمان للغذة والأعمال الإنسانية شمل إعادة تأهيل مختبر كلية الطب غتاثيثه وتزويده بأجهزة ومعدات حديثة ووسائل تعليمية جديدة تسهم في تحسين البيئة التعليمية في الجامعة في السابق كنا حتى ما نقد أبسط المقومات للدراسة من مقسمات حتى البرامج التعليمية هذه ما كنا نحلم فيها من الأساس حاليا معنا من أعلى النوعيات من المقسمات التي شهدنا فيها أدق التفاصيل حتى كنا نقراها في الكتب ما نلاقيها في أفضل الكتب العالمية يستفيد من مشروع إعادة تأهيل مختبر كلية الطب أكثر من 2315 طالبا وطالبة كما عاد المركز تأهيل خمس قاعات مع ملحقاتها وتوفير 165 وسيلة تعليمية إلى جانب تحديث المتحف التشريحي وتجهيز المكتبة الأكترونية الحديثة التي تستفيد منها كلية الطب بجامعي أقسامها ضمن الأعمال الإنسانية والإغاثية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة حول العالم حيث قدمت عيادات مركز الجعداء الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 1316 مستفيدا خلال الأسبوع الماضي وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة كما واصل المركز توزيع المساعدات الغذائية ولوائية للأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان الشقيقة حيث استفاد منها 400 أسر بواقع 2800 شخص وننتقل الآن إلى جدة مع المحلل في المركز الوطني للأرصاد الأستاذ عقيل العقيل ليطلعنا أكثر على أحوال التقسي في مدن المملكة ما تزال بإذن الله تعالى تتهيى ظروف العناصر الجوية لاستمرار هطول الأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض أجزاء منطقة المدينة المنورة أبدأ من صور الأقمار الصناعية حيث توضح حضراتكم تواجد تشكلات من السحب وحزام سحابي يمتد من أقصى المناطق الشمالية الغربية مرورا بمنطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية بالإضافة إلى حتى المناطق الشمالية الشرقية كذلك الحال على منطقة حال كل هذه المناطق متوقع بإذن الله تعالى استمرار هطول الأمطار خفيفة إلى متوسطة ولا يستبعد غزارة في بعض المناطق في منطقة المدينة المنورة هذا اليوم نتوقع أن تكون شد غزارة لذلك نتوقع أمطار متوسطة إلى غزيرة نرجو الابتعاد وأخذ الحيطة والحضر المجاري الأودية والسيول كذلك متابعة الموقع الآلي للإنذار المبكر خاصة المسافرين القادمين إلى محافظة جدة ومنطقة مكة المكرمة المناطق شرق منطقة المدينة المنورة متوقع عليها هطول غزيرة الأمطار كذلك الحال الطرق الرابطة ما بين منطقة المدينة المنورة حتى منطقة القصيم لذلك للفت الانتباه وما تزال الفرصة بإذن الله تعالى مواتي لهطول الأمطار على سواحل منطقة مكة المكرمة خاصة كلما اتجهنا حتى الشمال وشمال الشرقي منطقة مكة المكرمة وكذلك الحال إن شاء الله هذا اليوم وفي وقت متأخر قد تأثر منطقة القصيم بهطول خفيفة إلى متوسط الأمطار وكلما اتجهنا حتى الأزاء الشمالية الشرقية من المملكة ولا يستبع كذلك الحال بإذن الله تعالى أن تتأثر أقصى المناطق الشمالية والغربية من منطقة الرياض في وقت متأخر من هذا اليوم دفع في الأجواء بشكل عام بسبب نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية ولكن نتوقع إن شاء الله مع نهاية الأسبوع عودة الخفاظ في درجات الحرارة خاصة في درجات الحرارة الصغرى على المناطق الشمالية هذا والله تعالى ونشرة انتهت بقي أن نذكركم بالعنوين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنيان سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده إصابات كورونا في المملكة تواصل ارتفاعها بتسجيل أكثر من أربعة ألاف وسبعمائة إصابة جديدة قوات التحالف تنفذ تسعا واربعين عملية استهدافا ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب وشبوة شكرا لكم على طيب المتابعة نلقاكم على خير وفي أمان الله اشتركوا في القناة